وحول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار النائب جمال بوحسن عضو مجلس النواب مساء الخير سعادة النائب مرحبا مسيك بالخير إذا النقاء جلالة الملك المفدة بفخامة الرئيس الأمريكي يعطي ملحا آخرا لمستقبل العلاقات الأمريكية البحرينية خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بما تصف ذلك سعادة النائب في الحقيقة يعني العلاقات الأمريكية البحرينية علاقات وطيدة وعلاقات تاريخية واستراتيجية وهذه العلاقات طبعا تأثرت تأثر كبير خلال الرئاسة الأمريكية السابقة وكانت لها سلبية في العلاقات خصوصا دعم الإدارة الأمريكية السابقة للميليشيات ودعمها لإيران فبالتالي توجه الإدارة الأمريكية الحالية توجه نشوفه إحنا وننظر له نظرة يعني مستقبلية وننظر له نظرة يعني ثاغبة في أنه راح يشال الله يغير الكثير سواء على من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاستراتيجية أو من الناحية الأمنية وكذلك الثقافية نحن لا ننسى بأن أمريكا هي دولة كبرى ودولة عظمة ولها تأثير كبير على السياسة الخارجية سواء السياسة الإقليمية أو السياسة الدولية فبالتالي يعني العلاقة البحرينية الأمريكية إن شاء الله راح تطور وراح حسب ما يعني صرح به الرئيس الأمريكي ترام بأنه راح تطور وراح تزدهر وراح يعني الإدارة الأمريكية راح يعني تساعد البحرين تتقلب على المشاكل الداخلية التي تعاني منها من جراء التدخلات الإيرانية ودعم إيران للميليشيات الإرهابية في الشأن الداخلي البحريني ربما رأينا هذه العلاقة تترجمت إلى اتفاقات ويعني خاصة في مجال مكافحة الإرهاب كان هناك اتفاقات أو اتفاق الرؤى في مجال تجفيف هذا المنبع الإرهابي هل تعتقد أن مثل هذا التعاون سيجني ثمارا حقيقية في المستقبل القريب أو القريب العاجل ما لا شك فيه بأن الاتفاقيات يعني اللي وقعت اليوم بين الطرفين الأمريكي والخليجي يعني اللي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مع وزير الخارجي الأمريكي راح إن شاء الله ينعكس في القريب العاجل وراح نشوف إن شاء الله بوادر وبوادر الخير إن شاء الله على المنطقة ككل وعلى المنطقة العربية وعلى العالم لأن لا تنسى بأن أمريكا دولة مؤثرة في العالم وكذلك دول الخليج دول مجلس التعاون الخليجي دول مؤثرة ومنطقة الخليج العربي هي منطقة استراتيجية وحيوية وتهم الغرب كثير لأن مصادر الطاقة تنتج من هذه المنطقة فبالتالي أي خلل أو أي مشاكل فيها الدول العظمى راح تتأثر فمن مصلحة أمريكا والدول الغربية المحافظة على هذه المنطقة بشتى الطرق وبشتى الوسائل ولعل ما يعزز ذلك توقيع الاتفاقية اللي اليوم وقعت يعني أنا أعتبرها اتفاقية مهمة جدا وتصوب في المصلحة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمصلحة الخاصة لأمريكا أمريكا تعتمد على دول مجلس التعاون كشريك استراتيجي وشريك حيوي وشريك داعم لتطورها ولرقيها النائب جمال أبو حسن عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك يا الله يا مرحبا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك